موسيقى طبعا ان شاء الله الآن سنبدأ هذه المحاضرة طبعا المحاضرة اليوم تشعر تشعر أكيد هي إكمال ما ستكلمنا عنها في المحاضرة الماضية وكما اعتدنا نأخذ ريفرش بسيط على تكلام المحاضرة الماضية بالإضافة لتكلم عن الموضوع الجديد بإكتصار جديد اللي تتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية اللي هو الشيء بيجيء تعلق في البرمجة اللي هو منفع جيأس تحديدا وتحديدا اللي هو تعلم البرمجة يعني أكيد يتفرع على كثير من المواضيع نحن يتكلمنا في أول موضوع اللي هو الشيء الأبسط نعم؟ اللي هو مثلا إف والإلس والإف والإلس اللي مثلا إذا حدثنا كذا ويحدث الشيء الأشي التالي طبعا نحن على هذا الصحيح على هذا المفروض اللي هو الموضوع اللي يندرج تحت موضوع الشمول لفلو كونترولز فلو تتبع كونترولز تحكم تمام؟ يعني أنا كيف ممكن أتحكم عن طريق استخدام هذه الجملة زي الإف وغيرها راح نتعلمها باستخدام هذه الأدوات أو هذه الأفكار أو هذه الميزات فلن نحكي تمام؟ في هذه الاستخدامة أنا بإمكان نقل أو تحويل أفضل أحويل أي فكرة أي طريق تعمل إلى أكواد برمجية تمام؟ يعني الأكواد برمجية تقول لك في عندك في عندك مثلاً في عندك في عندك المتغيرات استخدمه بناءًا عليهم قم بتحويل أي فكرة إذا عندك هذي إنت عندك هذي الميزات بناءًا عليها إيش إنت قم بتحويل أفكارك قم بمثلون تعريف شو اللي بدك تعمل بالضبط تمام؟ بناءًا فقط يعني أنت محدد لك هذه الأفكار تمام؟ إن شاء الله طبعاً أكيد لها إلي إمتلات ولها إجتشاعبات إضافية لكن هذي الأفكار أي شيء المواضيع القاسية طبعاً إخنا اللي تكلمنا عنه بشكل سريع اللي بدون الحاضرة الماضي يهو جملة طبعاً هذا كله ينجرش تحت موضوع الإشي شنوع كونترول فلوز تمام؟ فلوز بهذا الطريق تمام التتبع اللي هو التتبع أو التحطل تتبعي تمام؟ إن شاء الله أو فلو كونترول فلو كونترول أو كونترول أي شيء بشكل الفكرات نعم أول موضوع هو موضوع موضوع صغائية البساطة ف أو إذا حدث لا ترفتنا ما لم يحدث لا تنفذ الف ويرحقها شيء شيء شمو؟ ما مباحق ليشي اسم الف محل الس طبعاً ممتاز الآن هو محل الس هذا يرد ببساطة عن مسكنا بالمحاضرة الماضي طبعاً إحنا طبعاً ثم على طبعاً نعم من منافل اسم الفي سلكيب جياس نقوم بحل السكريب نعم اسم في سكريب نعم اسم في السكريب نعم السكريب نعم هذا المكان نعم من هذا المكان رحنا إن شاء الله مكان الطبعاً و نعم نستخدم هي الطبعاً الاستباع وهاكمة ممتاز. طيب احنا يعني الفكرة بشكل سريع كان في عنا اوامر برمجية. عنا اوامر برمجية هذا الامر الاول. انا ما بدي هذه الامر تتنفذ دائما. بدي ان تتنفذ في حالات معينة. هذا مختصر ما تكلفت بحالات معينة. اذا صارت عندي الحالات ونفذت الشر تتنفذ هذه الامر. ما تنفذت ما تنفذ الامر. يعني اوامر بناء على شرط معين يقوم بالتنفيذ. طبعا هذا الشرط يعني يأتي على طريقة اشكال مختلفة. قد تكون مثلا جومة منطقية. قد تكون مثلا اه ارقاع اكبر اصغر. قد تكون مثلا اسم المثال ارجاع داتا رجعها وانما رجع ان شاء الله. بل هذا شوي ادفانس. ارجاع داتا والانما رجع ارجاع داتا من الباك انت هذه مثلا. بناء عليها حدث فكرة. طبعا هذا شوي. طبعا بس بالنهاية نفس الفكرة ونفس ان انا بل عندني الفستياتمت في البرامتر التائت معنى هذه الفستياتمت. اذا كانت رو على. طبعا بمحاضرات اليوم بدنا نتقل اكيد عن مواضيع جديدة وقدر الان كان بدنا يعني نسحب شوية في هذه المواضيع. طبعا بمحاضرات اليوم ان شاء الله ونتعوق على اشيء مرحول سويتش. تمام? هذه جميلة سويتش طبعا سريعة جدا بالنهاية في السيدمت. بالاضافة بدنا نتكلم بشكل سريعا اللي هو اللوب على العموم. فعني اللوب هذا اللوب على رجوع هو اشكالة. تمام? يعني اتوقع اللي عنده يعني سنسية المسبقة في البارمجية يعني يعني ان بيعرف اللوب يعني اتوقع يعني يعني يعرف الشكل اه شكل او شكله. تمام? بإضافة بالاضافة لما من ينا يضافة ان شاء الله. بشكل سريع نتكلم عنه بهذه الوور بشكل سريع ان شاء الله. اه في مثلا ان يدعك تحكينا الركيرسي. الركيرسي. نعم. فيه فيه اش يسمونركيرسي. نعم حسين سيعملنا. زي الفور. مرأ اه في الركيرسي او ركيرجي. تمام? ايه مثلا فانكشن يستردع نفسها. طبعا هذا هذا مففوم. مففوم الفانكشن سخليه يعني نتكلم فيه ان شاء الله يعني في وقت ان شاء الله. هو الفانكشن ستعرف بصنت هذا الامور ان شاء الله. تمام. بس חلينا نشك شكل سريع Samsa Allah. يعني بشكل بسرط. بشكل سريع. طبعا احنا مثلما ان هيا فن Lingp. وانا طبعا كما عدت الدمية. انا التعامل مع الدمية معуюve شخص ما عنده يقدر فيه ب neces sar Voice. يعن نحن يعن به بدغت النبيد دمية there's a closer 9. يعني اخي عليا اشتاة. الي يحدث لديه كذا. يعnings اللي عنده يستخدم بنفسها اه اكيد من بكتب بس بتكلمنا وخلص لان احنا اصلا يعني الفتر قادم الفتر مخلط علينا ولذا استخدامات لهذه البرمجية في تعتبر كمان كامور اجعه اكثر لكل هذه المواضيع ان شاء الله بس واتش بشكل بس سريع خلينا نعرسها هي ربارة عن حالات الحالة اللي انت اه يعني زيك تخيلها كبوابات هذه البوابة الاولى بوابة الثانية بوابة الثالثة والاربعة انت باي البوابة تدخل مثلا على سبيل المثال اه بلا ان على قيمة معينة اذا كنت تلك هذه القيمة لا فانت تحدث وين بدك تفوت بالضوط طبعا لاغينا على انه هناك فيه كمان يلشقها ايش اسمه الديفولت مثلا مثلا الديفولت على سبيل المثال وكل هذا ان شاء الله سأعرف طبعا احنا لسويتش طريقة الاتبات الجديدة بس غيرت البساطة بهذا الشكل يقول لك انت تتكون من كي وثانيز وهو جدا بسيط يعني ملتي اف كيسز يعني عندي حالة الاولى والحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة وغيرها تمام ان شاء الله فانا بنار على هذه الحالات بدي استخدم اللي هو اه القيم اه او بالعناع بالحالات انو كيس اختار اي كيس اختار على سبيل المثال طبعا هذا الكي ليست شر بل هي قيمة يعني مش مثل الاف مثلا true or false هي قيمة التي تتجاوب مع هذه القيمة فانا عندنا مثلا هذه الكيس الاولى تمام ممكن تسمي بهذا طريقة كيس وانا على سبيل المثال اشكالي بهذا الطريقة مثلا كيس عن كيس الاولى مثلا 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 عندنا مثلا هذه الكيس الثاني فانا كيس عملت مالتي اوف كيس بهذا الطريقة تلا يعني هذا مثلا هذه الكيس الاولى الكاس الثانية فانستخدم مثلا هذه اولى وهذه الثانية مالتي اوف كيس انا كيف يمكن اميز بين الكيس الاولى يعني مثلا عسل بمثال حرص اي او اي شي فانا عندي اسكسي والكيذر كان الحرص حرص اي نفذ هذه الاوامر. تمام? لكن كسترينج او. تمام? اذا كان الحرص حرص بي مسلا. في هذه الاوامر ذالي. اذا كان مثلا. فالفكرة ما تخزر فقط على ترو او فولز زين اف. لا فيها مثلا. قيض وفيها على سبيل المثال اي نوع لانواع الدات هذا العلم. اي نوع لانواع الدات. مثلا. او كانت مثلا ارطام او كانت سترينجز او كانت اي نوع اي دات طيب. تمام? مثلا بي كانت سي مثلا. اي بي مثلا كانت سي بعض الطريق طبعا. هذا السي. وفي هذا مكان خلال يخصر نكتشي بزانجز على ثلاث قيم. تمام? اما اذا كانت التقيمة المدخلة على سريع المسال. ولا واحدة من الاتكان. مثلا هذا المكان. انت ما ادخلت. يو ادخلت مثلا الحرص الدي. غير موجود. فالمباشرة يذهب الى الدفل. طيب. احنا كيفش يتدر هذا الكيس. طبعا شو المقصود بهذا الكيس? الكيس مثلا هو بهذا المكان. تضيف اوامر. ما تتنفذ هذا الاوامر الا اذا كانت القيمة المتخلالية نفسها بالقيمة. تماما. ومن لاحظ ان يسمو بريك. بس لازم نتكلم عن كل هذي الامور عشان احنا بابدا نمور بس نمور لكرام. ارضو كبان بدنا يعني نتوسع ونتعمق اكيد يعني كان الامور اللي ليس في بريك وليس في كده. طبعا احنا وصلوا المقص بسيعة. طبعا. انت لازم نسوي مثال انو المثال هو خليه بلغان امور يبوضع تاني الامور. انا على سبيل المثال. ابسط مثال اجمل مثال. الذي يطبق مفهو بالسويتش. او مفهو او ايام الاسبوع. نفترض. انو انا عندي ايام الاسبوع المرتلة. باسماء يعني اي يوم الاحد. يوم الاول. والاثنين. رقم اثنين. كالترتيب. والثلاثة هو الثالث. واربع، واربع الاسبوع. وهو هذي الى المصلية الخميس بالاخمس. والجمل عنه السابس والسبتل هو الساب tongs. نفترض انو هذا هو الترتيب. اا ايحو. آآ. يومك بعض عدة ايام الاسبوع. ستبع? نفترض انه احنا فانو بناديه عن قيمة اذا كانت القيمة تساوي واحد او مثلا واحدة امانا. يناrig دون الصف اذا كانت القيمة تساوات فانو علينا عناسب المثال واحد. بها نحكله باخرمводه مثلا هذا اليوم. مثلا بان الموضوع بطلت ان شاء الله. لكن احنا هذا هو يعني ابسط مثال. مش من سريع. لانه عشان نازم روح عن اللوبنا. واللوبين له تفاصيل اكثر. تبع? سريع ان شاء الله. لو يطبع عن اليو هذا اليوم. اذا كان اليوم هذا. اذا اليوم هو هنسمي المثال. تبع? فخلينا نكرر هذا من يساعد. كل هذه المعكرة. تمام? عندي مثلا. عندي الكيس الاولى. سندي. مندي. ايه. ايه. تيوزدي. وينسدي. ايه. ايه. ساتردي. ساتردي. اذا كان اليوم اول سندي. اذا كان الثاني. بس تتسريع. نحكي له مسلا هذا اليوم هو يوم مندي. تمام? وبصر. تمام? اه. وهذا تيوزدي. تيوز. جاي. تمام? وعندي مثلا بعد هذا الوينس دي. في هذه الطريقة. تمام? وضع صيب. وعننا كمان اللي هو السيرس دي. هذا السيرس دي. وعندي اللي هو السوائي جاي. وعندي السلسان الاخر السطر دي. السطر. صح? سبت. جاي. تمام? اما اذا كانت القيمة غير هذا القيمة واحد بسطر. اثنين. ثلاث. اربعة. في سريعة خمسة. خلط اكملنا المثال. وعندي بسطر. انه انا شو كان هذا القيمة اللي بدخلت تركيب اليوم? ثلاث. خمسة بستة. شو ما غير ستة? واحد اثنين. ثلاث اربعة خمسة. ستة. هذا سبع احنا. هذا السطر دي هو السابع. ممتاز. طيب. الآن. انا. انا طبعاك استرطت انه هذه القيمة لهذا المكان هو واحد. فعليا. انا ممكن. على سبيل المثال. يعني. هذا المكان يدخل القيمة. بناء عليه شو الترتيب. فانا ذا كان الترتيب الاول فلازم يطبع لي هو الصندير. طبعا احنا. قرينا نجري له الشيء. طبعا اذا ادخلت اي قيمة اخرى. ثلاثة. مش وجودة مسلا سبقا ثلاثة تسعة عشر او سسر او اي ذا او قيمة اختلفة غير هذا يعني حوات معين. بس فقط انا عندي هذه الحالات. يعني انا شمنت فقط هذه الحالات. تمام? نقوله مسلا انت بعضي مسلا مسلسات. يعني اه اي اي معلومة مثلا. اه اي اي معلومة مثلا. اه اي اي شيء اي شيء مثلا مثلا. يعني اه اي شيء مثلا. غير معرف اي 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 شيء اه او اي شيء معلومة مثلا. اي شيء. تمام? يعني هذا المنطقة لا يوجد في هذا المثلسات مثلا. تمام? اذا انا كنت اتخاذ طبعا اننا اتخاذ لقم واحد. الموضوع ان شاء الله بسيطية. نلاحظ انه طبعا الصندير. طب خلنا نحاول مثلا ننطلب بالسويتش هذي مسلا قيمة. اربعة منطقين لازم يطبعن نشوية. تمام? هذه الحالات معين. طبعا انتا. طبعا ما بي هذا المفروض ذلك بشكل دير. لان قد يكون امر او اكثر. قد يكون عدة اواما تمام? استخدامات لا استخدامات ندا جميع اتد. تمام? اندي لها استخدامات ندا ممتاز. على سبيل المثال. ما نريح لديك رباعة مثلا عاصف الاطلس للعالمات مثلا اذا كان تطبينا منك كده كده تطبيع على العلامة. يعني نصي كثير من الحالات والانتحرا. لكني نحن تلا? فاربع اربعة يعني اربعة الرابع. اما اذا دخلنا قيمة غير موجودة مثلا عن الصفر. الصفر قيم موجودة عندي. بهذا المكان غير موجود. فطيب ماشي. فانا بناء على القيمة. بدور على القيمة هذه الموجودة المتخلة. طبعا كيف تدخل هذه القيمة? ادخلها يدويه الآن. لكن بعدين ما حقا يعني بعدين. بناء على داتا بناء على سبيل مثال. اه مثلا تشكيله مثلا عندي متغير. دليل يقوم مثلا ليتس انديكس مثلا التختيب اليوم انديكس. يساوي اللي هو مثلا الرقة. وبهذا يكون الانديكس. فان هذا الانديكس راجع من مكان ممكن يجرد مستخيلها. او ان شيء اكنية فكرة هي طريقة تتعامل السويتش. طبعا اه اه هذا الصفر وغيره هذا الديفولت اكيد با ديفولت بنودي لا يدو تده اليوم يلتختيبه صفر مثلا. هلا? والان يعني نجرب هذه الطريقة. طبعا احنا ليس متوارد معنى بريك? قلن لك انت اذا لم يكن متوارد بريك. تماما? فاذا تواردت احد القيام مثلا واحد. في رفضت بعد جميع او يقوم بتنفيذ جميع الاوامر المتوارد من بعد الكاسس. فيفتد اهمية الكاسس. فانهمية الكاسس. فانا مثلا على سبيل مثلا ما كانت متوارد عندي هذه الكاسس. مثلا هاي. ولا هاي. ولا واحد من بريك. حسنا نرح نشوف ان بريك كران في بريك. مثلا هاي بريك. هاي بريك شيرنو خلنا نشيرنو مشكل سريع. هاي بريك كرانين ايش نحن نتصل. مثلا. فارع اذا ما كان عندي هاي بريك. تمام? ولك اذا اذكرت قيمة مثلا اثنين من هذا المكان يطبع هذا ويطبع كل الكاسس من ما كان ما وجده قيمة الى النهاية. تمام? روح نجرب. هل هذا الشيء الصحيح ولا خاطر? روح مثلا نبسخل مسلا قيمة الايديكس تكون مسلا سهارة. فبالطقيين لازم اطبع تسرية ستير اس ديها وانس ديها. منعن على هذا على هذه معطيات لاحق. ستير اس ديها وانس ديها مع البي ديفولت. تخيل. حتى مع البي ديفولت. نعم. يعني كل الكاسس يتبطي بعدها. فطالما ورد هذا القيمة ايه دام يدولة ايه فقط يطبع يطبع هو البي ديفولت. فعلينا هذا كل شيء عن البي ديفولت. عن السويتش. كل شيء عن السويتش هذا. قيمة اللي بدور وين هذه القيمة هذه هذه قيمة وين هذه القيمة غيره. سلام? طبعا نجد تحرورية لخيار اكيد. من خلال اه يعني استخدامات ايه السويتش ومن اجمل الامثلة اكيد وابسطها في التعاملات مع التعامل مع السويتش اللي هو يعني العملية الاري عاسبة مثلا نسوي على الاسبة بسيطة يعني اكيد ان شاء الله بس خلنا ناخد موضوع من الخفوم الفنكشن على الاقل لانو ايه اكثر من قيمة وكذا والبراميطرات وحو نوضيحها ان شاء الله. حتى والواية صفقا قدرنا لا يمنع ان تكلمنا اليوم ان شاء الله عن الفنكشنز وعرفناه. صفقا لا يمنع. ان شاء الله رسما تستخدم عنه. ها? ان حمد لا ننجز ان شاء الله. ايه اليوم سويتش تخيض هذي هو السويتش. سريت شرح لدي السويتش لانو هذي هي سويتش وسيطة. وسيطة جدا يعني ان شاء الله. مع سويت امثل مع الامثل ومع البراكتنج اللي جاي معنا هذي خلاص يكفي. موضوع مش كو منو انو يعني كاليف هذا ايه كاس بيها ايه الطريقة فعلا انت المطلوب منك بس كلمة سويتش كالف طب 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 طب. طبعا لا وشو يذكرنا هذي الكالي البراكتنج انو وانا في عنا ايش? لوق او سكوب سمعنا سكوب صدر? بنير عليهم هناك يوجد السكوب. تمام? فهذي السكوب بالج varitة هذا يتبع اي شيء داخل هذا السكوب. تمام? وهو يتبع نمية مثلا. يعني اي شيء متوارد مثلا يات. ايه ايه ايي اي اي وانا استيساول مصفر.. ايش يتبع لداخل هذا السكوب. طب قد احنا متغيرات داخل السكوب لا تتعرف متغيرات. تمام? فقط كايس س، عالد. يعني اذا لأ Ben тоже imang domin umbezitch المتغيرات بتكون داخل 그런 كايس بهاده المكان. اذا لأريضك في هذا المكان. لكaleyt geçube my vers dois باكل او انا يمنع كثر برضو اينه لانه يكون لديك في اتباه الحل منك لان احنا اصلا الوظيفة اصلا السويتش انه في اثناء هكذا اخذ控 عندك حرص يعني زيك انك حطات كل هذه الاوامل بشكل مباشر بدين السويتش صعيه و Job تمام خط표ه تمام اعمل ان شاء الله باهится بلنسبة الاسم ولاش عنصадц Probleme فاكم Aktualiser نفس المبادة. نفس المبادة معها فيه. فهذا جملة السويتس ولا هي لدها اشكال اخرى. يعني عرفيا هي اما تأتي مثلا بس يعني الاشكال الاخرى اما تيجي بديفولت او بضو بديفولت. بس. هي لازم يكون في كيسلس. يعني بديفولت او بديفولت. فمثال اني كان انا كنتك بديفولت. او درق او درق او صفر. الان صفر. ومش متواهب. اذا في بديفولت خلص اتعنا وضوه. بس او بديفولت او بريك او بريك بس فقط. او بريك فقط فقط هذي اشكال. مش الان سيما نتعظف عن لوبينج. اشكال كثيرة من اللوب. اشكال كثيرة كثيرة جدا. نعم يا عم لا هذه مثلا يعني في عنا اشكال كثيرة من اللوب. او من نحقق مفهوم اللوب. تحقيقة مفهوم اللوب هناك كثير من الاشكال. طبعا. لو وجدت سأل في اي شخص اصعدة خلص نكتفي لهذا ان شاء الله. يعني نكتفي لهذا ان شاء الله. اه كالس كالسويتش خلص يعني يكفي ان شاء الله. طبعا. احترنا الان نتكلم عن هذا اه اه ما في قيمة. يعني ننتظر قيمة غير متواجد او اي شي طيلا. خلينا نشر من هذا المكان اي اول. لو جدت سأل في اي شخص. شو هو اللوب. تعليف الحالي في دوران. طيب. ليش انا بهمني اعمل دوران. ليش? لا اسمي جو هذا السؤال. بالبرمجة. ليش انا في دوران. خلينا نجو هذا السؤال. او خلينا انني اجو. كمان? اخلا. لما انقوم بعملية البرمجة الفعلية انت ما بتتكلم مع شخص. يعني مثلا. انا عندي مجموعة المجموعة. معين. كان لدي مثلا عندي tas e مت Lt A متغير اسم م اي مثلا بقي مش واحد مثلا واعندي مثلا بسلا No. وعندي مثلا L in ب Sky. عندما انني حديده مثلا يعني مجموعة القيم مثلا سبب. يعني كانت قيم مثلا هذي يساوي بانين هذي يساوي ثلاثة يساوي قال قيم مثلاً او اطبع لي القيمة القيم مثلاً الموجدة وما بيعرف مثلاً كير يعني او مثلاً بعض قيمة السي يعني اما بتتخيل انه عندي هذي القام بشكل مقتال طبعاً كحنا عشان نفهم الفور روب اكثر ونتعمق فيه يسبقه له موضوع الري الري كيد ان شاء الله لكن قبل ان نفوت في الظهر بس فخاصة نعبخ له اللوبين اللوبين يعمل جواران معينة لا استفادات شدين كثيراً الاستفادات جائية لكن لازم نتعرف كيف طريقة عملها موضوع تصدف في غاية البساطة وقول لك انت اذا بدت تحكي لشخص مثلاً قوم بعمل هذا بالشيء لعدد معين المرات كيف تحكي مياه اولاً لكنه لازم تحكي له للعدد بشكل مباشق مثلاً عيدي طباعة مثلاً حاطة العاء وكذا ربث معينك وقول لك خمستاشر ومده خرص بعرفهم سلمر لكنها برمجياً ما بعرفون استخدام مثلاً do something 15 times. ما بفرم هذا الشيء. فإنت عشين ما بفرم هذا الشيء. أكثر اشي بيتستخدم البرمجي انه عنده المتنجيرات وشروب. طالما وصل الى حد معيجب اذا هو خلص نستقبل من هذه يعني نستقل عن الخصائص لتحقيق مفروم الدوران. فما في اشي يسميه يعني مباشرة يقوم بعملية الدوران مباشرة. برمجية. تماما? ثلاث. عشان احكي له مثلاً قوم بطباعة مثلاً هذا الامر مثلاً هذا الامر قوم بطباعتني اياه مثلاً. خمس مرات شو انا انطقية اجي احكي له? مثلاً هذه المرة الاولى والمرة الثانية الثالثة الرابعة خامس صاحب خامس اوامر انا مضطرد لعمل خمس اوامر. طبعا? يعني انا الان هذه خمس اوامر لاحظ خمس اوامر هذه التامة في ذلك. طبعا انا قلت من كانت ان تأخذ امر واحد. نعم? وتقوم بتكراره. ليش ندرح الفيدة جداً كثير هذه القطوة واحدة جداً كثير. شو كانت فيه دب جيد ان شاء الله هذا الكلام. ثانيا. كيف مفهوم الارلي؟ مفهوم على الدوراء. اخبرك فيه جول اسمت ما الفور. الدوراء او الروبينج على العمور. ده اشجال كثيرة. اول شكل هو الاشهر. اللي هو الستاندر هو الشي يسمى الفور أقول لك هذي الفور عشان ألف بالمرضات اللي بدك إياها سوي لي إشي أفهم يعني عشان اللي متى أبدأ ومتى أنت مثلا أنا إذا بدأ أحكيله لف خمس مرات يمكن أحكيله نفترض أنه في مثلا عنا ما في إشي يسميه لف خمس مرات بهذه الطريقة برمجيا عندما تتكلم مع بني آدم يحكيله مثلا قوم مثلا نفترض أن تفهم عليك فأنت بدك تقوم باستفادة من إش المتغيرات والشروط المتغيرات والشروط لحصول على المهمة اللي بدك إياها كيف هذا الشي يحكيله بسريع إجلت كله هو إحنا من إثن نقتر أنه عندي المتغير هذا المتغير اللي عتم يعني سميك السر هاي المتغير بدك إياها طبعا ما تعرف بيها يسعني يعني هي جولة الفور تمام انسى أنه في جولة الفور هي القيجة طبعا أنا منطقية حسنا أستبيد بما ديني شو عندي تعريف متغيرات طيب بما أنه عندي تريق متغيرات تليني أجيب متغير مثلا هذو متغير تمام طبعا شوفي كمان عندي أرى المتغير الشروط زي كوندشي وحستفيد منها طبعا بعض التقديد تمام مثل ما درى هاي أكبر أصغر قانون يساوي تمام إذي شكل العام وكانت شروط هو كانت أو كانت قيمة سواء كانت قيمة أو قيمة رحست بالمنها نعم رحست بالمنها بالإضافة أنا تغيير القيم يعني مثلا قيمة شو هذي ساوي اي مجرية يساوي واحد غير هذه القيمة لتصل إلى حد معين مثلا بقدر أغير قيمتها مثلا مقرح تساوي القديمة زايد واحد فأنا ممكن أغير قيمة طبعا من هذه القصائص هل ممكن أحاقد مفهوم الدوران نعم كيف أنا ممكن أحكي له إذا بلشت من عدد واحد وظليت تزيد لحدد ما يوصل إلى آل إذا العدد الخمسة في عمليات قاعدة بتصير مثلا واحد أول شكل تقيمة آل مرة وبعدين زيقنا كما مرة ثنين ثم ثلاث ثم أربعة ثم خمسة فأنا إذا كان لدي متأذير بنس من رقم وظليت أزيد فيه وحطيت شرط هذا الشرط طول ما وصل إلى يعني محق إلى الحد اللي أنا مدني إياه فأنا بظني أعد وبالنحظ المباشرة اللي بصير فيها لم يتلفز هذا الشرط ثلاث أوقف فأنا ممكن أفهم لف عدد ممرات باستخدام هذا الخصائص عشان هيك تواجد عندنا مخفو الفور بقول لي أنت ضيفني شو بدك الأمر اللي بدك تكارؤه افترضنا لو هذا الأمر يصبح عمضة تمام دخلوك خمس مرات كيف ممكن أحكي له طبعا عندي متغير لو قلت له بللش من عند المتبير مثلا I لو هذا المتبير من خلال هذه الخصائص صحيح تمام إذن هذه القيمة الأولى عرفنا قيمة بالبلش يعني هذه اللغة البداية ممتاز في لدي كل شيء مثلا أنا هذا ثمس مرات بدي أنفذها خليني أحكي طيب أنا طالما الواحد هذه قيمة الواحد يعني طالما أقل من العدد خمسة مثلا هذا الشرط والله ظل لف أو أنا بيطلب مني الآن لو كانت هذه الشروط منطقية الواحد دائما أقل من الخمسة أقل من خمسة وبدأ حتى زيد إلى ستة فأنا بطر اللي هي لعملية إيش زيادة صحيح زيادة لهذا المكان مثلا إذا أنا أصلي ثلاث أوامر هذا الأمر الأول هذا الأمر الثاني وهذا الأمر الثالث وهو تعريز الفور تستقبل ثلاث أوامر ولا أنا هذا الأمر اللي أنا بتفيدني للقيام بعملية فأنا لو أجد حساب تبقنا الحساب تأتي يدوية يعني أنا بعد واحد ثلاث ثلاث أربعة خمسة فعليا نخمس مرات لازم لما يوصل دقم ستة فعليا لا يتحق هذا الشرط فأنا هاني الفور بالتحقي طالما هذا الشرط متوسط راح يتظل إيش تنفذ هذا الأمر طالما هي هذا يعني أن لو حكيت بهذا المكان قيمت وشرت يعني فعليا راح إيش الأمر وحي يتنفذ إلى ما النهائة وإذا حكيت مثلا فوربس عمر ما راح يتنفذ حتى تلاحظ اللون صار هافت زي طفا يمستهل في حياة ورح يتنفذ هذا الشي تمام فأنا فعليا أنا ما بدل لأ طول فور ببدي أنا تنال على شرط معي منتاز طيب هذه الفور روب الآن خلينا نروح ننفذ أخر صار الأول لأن نستخدم ها نجي نحكي له مثلا نفذ هذه المنطقية نروح نتفرج عليها طبعا لدي القيمة الداخلية فعن خمس مرات نعم خمس مرات قام بطباعت فإذا نحق هذا المفهوم كيف لأن أنا عسبت آي صار واحد تمام اطبع لي كما مع قيمة باي عشان أشوف كيف كيف قيمة آي يتسجلي وتمام فأنا لحق محمد كانت قيمة آي واحد محمد محمد ثلاث محمد خمس خمس مرات وأنا من الاستفادة من القواعد المتواجدة في اللغات البرمجية استطاعت أو قدرت أنا أحبب مفهوم الدوران طبعا أنا ليش أنا يمني موضوع الدوران لأنه له فوائد جدا عظيم والأقدام رح نستمج رح نعلم يعني أكيد أنا ما رح أطلب من شخص أو أي تنمور ماك حالك إشي معين تقبعه ألف مرة هي من دون أي من دون أي ششم من دون أي جلائة لا لكن يعني لا استفادات مع طب رح نستفيد إن شاء الله نعرف وهي الفوع طبعا هذا لا يمنع أن هناك أشكال أخرى من طبعا هنا أول شكة آخذنا لول الفوق طبعا في أشكال أخرى نعم فيه بشكل سريع وشكل آخر لا يمنع أن نتحدث عنها بشكل سريع لأنه نفس المعلوم لأنه نتحدث عنه كاملات بشكل سريع طبعا بنفس الطريقة نفس الطريقة ونفس ونفس كل شيء تمام في طريق المستخدم الثالي برمجي تمام واسمها الواي واسمها الواي تمام شو تحكي لك هذه الواي طبعا هذه الواي تحكي لك بهذا الواي بهذا شيء بقول لك هذي بأ هي تستعمل سقط كل شيء تمام وراح الظن هتلث فقط يعني مش إنه ثلاث أوامر تمام إنه فقط كل شيء من هذه الواي انهم الشي يتعلق في درجة التحقيدي الأقوال البرمجي تمام يعني أنا لو اراح طبعا الآن رح تشوف مثلا بالفور في كثير من ايش الواي لاحظ هي امر امرين ثلاث فقط امر كان تقيم الى طبعا عن السرق رح تتكلم انشاء وراح حقا أما إجابة الحرفية ما رح تلصلك ان لا يعني بعد شيفة بعد فترة بعد يعني مرحلة كويسة من الاستخدامات امع او تصل الامر عادية من ومين بستفيد اصلا من الفرق اللي بيقول لك هذا الفرق وما الصر اللي هو استخدم مدات جدا كبيرة جدا جدا يعني انت مثلا اه مثلا عن الفور اه طبعا احنا اصلا نسع في عين جوم الدوران ومدلو قدام رح نتعلم اش اسم الريل ومدلو الريل قيل وعلي او اسماء وداتا كده فانا هذي مثلا تخيل عندك عنوات مستخدمين 20 مليون شخص مثلا تمام تمام فلو كانت الفور اسرع بالدوران باقدار الجزء بون جزء 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 زير ودير بالثانية فقد تؤثر يعني عن تقدير يعني لو نتكلم عن بثان مليون امانية الدوران يعني سي رقم سي رقم حقيقي لكن يعني مش من العرب الضط لكن اكيد سي رقم ملاحظ تمام من هذي الحالات ان شاء الله مش حالية من ثلاث بهم ما كنت تعرف بقدر من تستخدم انتصل لهذه المرحلة تكون قادر على بناء البروجيكتات بعد ما تدني البروجيكتات عملنا التستنج بعد عملنا التستنج بدك تتعلم مثلا ايش يسمون الـ بعد الـ تتتعلم اللي هو كيف مثلا البيستيب اي 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 عشان تسأل هذا السؤال ما تبهمك فعليا اجابته لما تصل راحة جدا جدا متقد لكن اكيد لا يمنق يكون يعني لازم يكون فيك الخير معي انو فعليا انا لو نفت لك على مئة حالة ما راح طلعه ابد اي فار الولا نفت على الف حالة حتى لو مئة انس حالة ما راح طلعه حد صحي تمام فهي ما سأل مسألة اي ز بسيط من الثاني طبعا نتقر طبعا احنا بس انت في ثلاث اوام اما في الواي فقط امر واحد وهو يعني سواء كانت كانت قيمة او تمام اذا كانت القيمة بقناة عليها فيقوم بتدفيذ هذا الامر انو امر هذا مثلا هذا الامر سمع مع الانتسال وبهذا بكثار على الانتسال يضاف في الاعلى هذا المكان وال وال القيمة البداية تعرف على سريع المثال هذا طب الواي تمام و مقدار السيادة او المقصر يعني العداد يضاف بنهاية الفور والاوامر البرمجية يضاف بالتعاد فعليا صارك نفس الفور تمام العداد والكامتر نهاية نهاية ستين تمام ان شاء الله فهذه اوامر هاك الاوامر البرمجية بهذا المكان هذه هي الاوامر البرمجية نهاية البرمجية نعم هذه الاوامر البرمجية تمام المثال عندي هذا فأنا عندي مثلا خلاص امودي هذا تمام عندي على سمسال هذي الفور الواي المروح نطبف طبعا هذي الصيغلة نفس الواي نفس الفور لكن بس انت يعني تعال المتغنية الاعلى والوا والكوديشين بالبرمجية فقط والكوديشين يعني اسوال بس خلص هذا يقوم بالطبع لانه ما تقيين بك فور يعرف لواحد ثم لا يرجع لها فعلا وكل شي دائما وكاونتر ودائما هذا كاونتر يتم استخدامه هالي نعم في فرص لكن حاليا راح اجاوب وقولها لا ما في فقط هي طنق استجداء يعني فرص ما تطلعه انسان يعني الا ذي لما يعني وراح تقدي متقدم سمع ان شاء الله يعني استخدامه باشي يسمى big data بلاحظ عشان يرجع بس بس يعني فيه كثير من المور يعني ان حاليا لا يريد اي فرص فعلي يعني لا يريد فرص فعلي ان هذا يجو من الدورة وهذا يجو من الدورة هذا يجو من الدورة ما فيش فني ان شاء الله طبعا استنادا على الشرق تقوم بالضباع التالي الامر خليدنا روح نشوف في البطن هذا الامر يفترض ان نفس الفور حرفية نفس الفور لا ينجد اي فر الى الحد الى الحد الى الحد الى الحد ثبعا الآن في الطالبة هذا طبعا اذا انا اذا كان عندي الشرط يرون الفرص في مجاهي مثلا ستة على الستة اقل اقل فاكيد منطقيا ما يقوم ما ينفذ ولا اي طبعا احنا هذا بالنسبة الوايد والفور يعني اذا الى العرض لم ينفذ ما راح يطلب زباعة اي شيء طبعا في رندي اشيء اشيء اخير يو اسمه وسبب بما طلب اشي اسمه الوايد هذه الطريقة بقول لك دو وهاي الاشي اسمه وهذه الكل تجي نحظ فعليا نفس الوايد سبع الفئة متغيق يبدأ فيه ميزايا والو لاحظ ويو وهذا والو والعداد بداخل خلينا نوقف الوايد ونقف الوايد ونقف على الوايد طبعا الفرق فقط بسير جدا مثلا يعني خلينا مثلا نقدم الواحد طبعا عند الواحد فعليا محمد الوايد والدو والفور نفس الاور ونفس النتيجة طبعا طبعا لكن بالنسبة للوايد والفور اذا لم يتنفذ الشرط الجاية طبعا مثلا لما كان سبسر ما كان يطبع اي شيء لكن على الادو والاحتلاء انه ان لم يتنفذ الشرط سيقوم بتديد فقط مرة واحد طبعا ان شاء الله على الاقل مرة واحد يعني انت اذا تنفذ باشي سواء كان الشرط تنفذ يعني الستة هل الستة اقل او تساوي سمسر لا لكن عدد اقل قام بالعملية الدو لماذا اصلا الامر جاي قبل الشرط تمام فقط هو هذا الفرق والمغنصر قريخ دا بسيطة تمام ان شاء الله انه الفروقات دا بسيطة وهذا بالنسبة للوبي تمام فانا حاليا لو بدي احكي لها اي حجب انسى ان هو خلاص الوايد والدو وبدنا نركز دائما على اي صور تمام ان شاء الله لا لما كانت نستخدمه باكي كبيركان مستهم لكن فالنسبة منعهم ان شاء الله بالفرد ان الفرد يتفررير وباتنا لها تتفرروقات كثيرة ان شاء الله فالنسبة اللي أبطالة ان شاء الله سأله دائما يستخدم الفرد لا تتفررقات كثيرة في الفور اي والفر و كبام هذاcial الكثير. تمام شاء الله? هذا هو مفهوم اللوبي. مفهوم اللوبي لمصهوم الدوران. وهي نعرف نشب جميعها فعليا. يعني انسان التفابعات في الرعاة هذا شيء مختلف. لكن فعليا هذي كل اشكال الدوران. طبعا انا عشات محاقق مصهوم الدوران. استفدت من خصائص زي المتغيرات وكوديشن وآآ عدات. هذا لا يمنع انه يكون عندك افكار جديدة او فعالين في افكار جديدة لتحقيق مفهوم الدوران. مثل ما اتفضلت. اللي من جاء. نوفينا اشمول الكيرس فانكشن. بس اكيد مرة اشرح لانه اصدر احنا ما حكيناش هو الفانكشن. تمام? يقول اني السرح اشرح انشاء الله لها. انه انا ممكن انفانشن اشي استددد 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 استددد. اذا حد معايلتمين. نابس المفهوم ما في الشكل انشاء هوه. سلام? ففي اشكال كثيرة بتحقيق مفهوم اللوبي. سواء على مستوى الجمال الدوران. والدواي والفور. والفور لا اشكال كتير. سمام شاء الله. طب بس انا لا تتكلم الاشكال. لذلك لما عند الاقل يعني نبوش عندهم معلومات بسيطة. طبعا اثناء. بالمحاضرة المرة تتكلم عن. طبعا. اذا تحقق الشر نخفت. لم يتحقق. هو الالس. موضوع جدا بسيط. بمحاضرة تتكلم عن. واللوبيج لا اشكال. فور والدواي. اشكال رئيسية تتكلم. ما? يعني بس واحدة مرة خيرة عشان ما تفكروا لا. فيه لا تفرعات نعم. طبعا? لكن دواي لا ما في نصرها. فقط دواي او دواي فقط. حتى الاستخدام قليل. ان لنجا يكون معدوم. داما اني. فيست النظرات على فور فقط. ليش? ينزو ما تقلق على مسألة تنبيه عندها. اه على مسألة المستحق الداتا جدا 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 ضخمة. مش بس كبيرا. ولا ضخمة. يعني مثلا نصف مليون عدد طبيعي يعني. كمام? يعني داتا انت كنا مثلا نصف مليار أو مليون. فعلا هذا حاج لك جدا كبير. ما? طب بتلاحظ الفرق. فمن فور بتلاحظ الفرق بالشارة الله. طب تم ممتاز الآن. يعني يعني. طب تم ممتاز الآن بشكل سريع. يعني اتمنى ان هنا هذه مفهومة. اينا بتكون مفهومة لمكانك مراجعتها. ففيها ما نوعدك. اي لواجهت اي مشكل. بالفير او كذلك. واصلا اكيد احنا مع المحاضرات القدم اكيد. واح يعني نستخدم. احنا شو ضرع نستخدم. من اللي نسألة مراشة المستخدمه بامثلة حقيقية كمان حتى مش امثلة بسيطة. ها? الفكر ان شاء الله لمفهومات واذبونها سعالة. هذا لنا ان شاء الله نستخدم الستأب عن الفنكشن. لكن الفنكشن. ايه مفهومة الفنكشن. يعني ايه مثل البراميتار والارغمانس والريتيرنس. وآآ يعني من هذا المثبوء والكولباك. واصل كتاب الفنكشنية تعالى سيكين اشكال. مثلا الانواز فنكشن. على سبيل المثال الارو فنكشن. ففي اشكال تريد في ايش. شوية تفاصيل. فاحنا قبل ببنز بهذه التفاصيل اتبني من الجميع. يعني 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 اه اه نحن الاستراحة جدا بسيطة وتمنى الانتظار جميع. فبقى? لو نازل نتكلم الفنكشن ولا هو ايش? يعني شردية لابة كله بسيط. بسيط جدا حتى طمع. لكن الفنكشن في ايه وقت تكون عارفة بغض النظر مش عارفة عارفة مش عارفة بغض النظر. انا سمعي بكاملة انه موضوع الفنكشنز جدا 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 مهم ان شاء الله. ربعا في المحاضرة بقبل القادم سنتعرق على الاسم كجابة لكن قلب ان شاء الله مش لها. تمام? لكن الان الفنكشنز. ما هو الفنكشنز? ومما يتكون? وكيف يتم استخدامه? وما انواعه? وما انواع طرق الكتارة. تمام? ان شاء الله? هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا المحاضر. ناخد استراحة بسيطة. حتى نرجع ان شاء الله بريفريش افضل. اه وبمود افضل ان شاء الله حتى ايش بتركيز افضل ان شاء الله. سمع? اتباني الانجزاء من الجميع. طيب سمع نخلك من شاء الله الان. طبعا. اه ما تحدثنا عنه اللي هو واشكاله. بس الان بدنا نتكلم عن تشي يسمي الفنكشن. الفنكشن. هو عبارة. عن مجموعة اكواد برماجية. لا تتنفذ. الا عند دي الحاجة. بس. هيا هذا ما بسط ما بسط ومسط التعريف. طبعا. شيء يعني ان تتنفذ عند عند القازع. طبعا احنا. واتمنى انك تركز معي بالفهم. اهنا. في الوضع الطبيعي. لأي فايل. في اي لغة برمجية. في الاشي سمكوبايلة. بمشي على الاقوات البرمجية. line by line. يعني سطر سطر. سطر سطر. وين ما بيلاقي سطر يطوله بنفسه. لا قادر امر بنفسه 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 كل الاوامر. كل شيء بتنفيذه. تمام? طيب. تخيل معي. انه في بعض الاوامر اللي بعينة. طبعا احنا اه الاوامر اللي اللي نتعلم عليها كثير بسيطة يعني. الاوامر فقط اللي فيهم ارية عمل. احنا فعليا الاوامر اللي بنسوها لاحقا لها معنى كيف يعني. يعني مثلا. لما نسوي النظام او معين. على ممكن يكون في اشي تفاعلي. صحيح? يعني اشي زي كنظام سوه وش قد اشتفاعلي. يعني نظام سواء كان متجر سواء كان اه تطبيق بغض النظر عن السكر البرمجية. كيف نتفاعلي? يعني احنا عند الضبط على هذا البوتون نقول بالاوامر والاجراء المعين. هذا القيام بالاوامر والاجراء المعين. هو عبارة عن اكواة برمجية احنا راح نسويها. طيب. تخيل معي انه انا بس اسوي مثلا واتخيل مثلا اه نظام ويبسايت معين او اي تطبيق تخيل اي تطبيق. طبعا انت ذكر انه اي ضغطة اي شيء يمكن ياثر على امر معين. تمام? تفاقنا هذا الشيء اتفاقنا. تخيل انه انت لما تفوت على النظار. وفي كثير من الاثراء والبوتونز مثلا في بوتونز. تضغط عليه وفي بوتونز تضغط عليه بعمل لوغان, في بوتونز تضغط عليه مثلا بتording صាاب. في بوتونز تضغط عليه بعمل صanthaي بppy piss horseинг. بتنطير ضغط عليه 조غط عليها. خلف ضغط عليه تسوي. تسوي حدث معيني. بناها نحن على حدث معين. تخيل انه اتهتر طبعا اهي كلها اوامر. تخيل كلها الاουامر بمختلف طريقة عملها توامل? مهتوبة كلها كاملة بشكل المتتالي. يعني كنت فيها مباشرة. يعني زي كأنه فتحت التطبيق وكبس تعكود الكبسات مرة واحدة. فعليا ما بصير اشي معيض. صعيب? لكن انا لولا. المنطق شو بحكي لها? ما تقوم بتنفيذ هذا السر او الاوامر المتعلقة بهذا المكان. الا او هذه الاوامر الا بس عن حدث معي. هذا الشيء لا ينتظر الا بمفهوم بصمت شينف. فانا ممكن يكون عندي اوامر معيّة. مثلا عندي امر معيّر. هذا امر. هذا امر. هذا امر. مثلا فقط كلمة على سبيل المثال. تبعا. انا بوضع الطبيعي. اه خلينا نتقلوا هذي المليو كومنت. تمام? يعني تخليقنا ان كل اللي فوق من سوق بس فقط عندي هذا الامر. بالفايل. تمام? هذا تخيل انه احنا اصلا او هذا الامر بوضع الطبيعي الاول مفتح البرنامج او افتح هذا. وهي تنفذ. يعني تمسل فيه مباشرة. بدون اي استثناء. بدون اي ما يستنى اي شيء. انا هذا الامر ما بدي اياي تنفذ يعني مباشرة. يعني انا ممكن يكون عندي كثيرين اوامر مثلا كون عندي امر اخر مثلا good bye. اه good bye مثلا بهذا قريب بعض. امام? مثلا hi. اي شيء مثلا او how are you اسئلة او كذا او اي شيء يعني في عندي اوامر مختلفة. بناء على على حدث معين ما يتنفذ هذا الامر الا بس انا اودي مثلا ترهيب او او ما يقول له good bye اذا بس انا احكي good bye مثلا سمع? بالوضع الطبيعي كل هذه الامر تنفذ كل البرنامج شوكا وهذا خاطر. كواب? يقول يتنفذ. فانا ممكن كل انا لما احكي له هذا الامر ما يتنفذ الا بس انا انا او بناء على حدث معينة. اربط حدث معينة طبعاك. انا نترى هذا الشيء. نتعلم ان شاء الله قريبا. لم يكن من محاضرات طادمة. سمام? بالان هي كيف يمكن احكي له هذا لا يتنفذ الا انا لما احكي لك او هذا لما ا ا او اربطك بنا على حدث معين. هذا لا ينطبق الا ترففهم الفنكشن. له اصلا تعريف الفنكشن. مجموعة امر او مجموعة او مجموعة او مجموعة او مجموعة الستركشن الاساسي في كتابة الفنكشن لتعريف فنكشن. تعلم لتعريف متغيرات. تعلم لتعريف فور. تعلم لتعريف. لابد ان اتعرض على تعريف الفنكشن. لتعريف فنكشن. دكتور فنكشن. وكل فنكشن له اسم. مثلا. اسمه تست. مثلا تستون. له اسم. وينطبق بالتسميع نفس تسمية المتغيرات. كشهود. تمام? ويتكون الفنكشن من كلمة فنكشن. واسم هذا الفنكشن. واقواس اللي احنا نسلم لهم باراميتر. ربما انها هكا اقواس باراميتر. وا. حاليا يعني تعريف وبسيط. فنكشن واسمه باراميتر والسكوب اللون. تمام. الان هذه الاوامر او مثلا هذه الاوامر على اسم المثال. مثلا هذا الامر. لا يتم تنفيذ كلمة سوية الا بس الاتذية. مثلا عندي امر ثاني. مثلا كيستو. تمام? اللي هو بيطبع الكلمات او بيقوم بتنفيذ الامر اللي انه يعاقص البوتباي مثلا. تمام? وامر الهواري هو هذا تمام? يعني ما يتم تنفيذه الا في حالة معينة. انا لما اناديه. يعني هذه مجموعة اوامر لا تتنفذ. احنا قبل شوي. كانت اول من اعمل ريفريش. وبشرطة الان الان ولا امر موجود. طيب. هيك طريقة تعريف الفونكشنز. كتابة. طيب الان. بداخل كل فونكشنز مش بضوء بس فقط امر. يعني امر او عدة اوامر مجموعة من الاوامر ما في اشكالية. تمام? الان لما تحكي له تستوان راحوا بهذا رحنا في الاوامر البداخل. طب. بناء على ايش? بناء على منادات اسم الفونكشن. وعشان هيك الفونكشنز له اسم. لو تلاحظ له اسم. هذا هو اسم الفونكشن. تستوان. فانتا. كيف تكون من المنادات بس بمجرد منادات اسمه. يعني انت في هذا الكنسول. تحكي له. نديد الفونكشن الاول. yes. one. لاحظ. هذا تستوان. مع البراميتات. لاحظ الآن نفت من اوامر اللي بداخل. والدريل من طبع كلمة ويكا. ولو حكيته مثلا تستو يا هادة بريطة. الى راح ينفت. امر تستو اللي فيه اهواري. وخنا نروح نشوف تستو. تستو فيها. اه. بس الفكرة تستو فيها اكثر من بعض الخاطرين. لان نكون في تستو وعلى تسترين. طبعا. طبعا. نحن نحكي له تستو. هذا تستو. طبعا لي جود باي. فانا الفكرة. امر او مجوعة اوامر. طبعا هذا انتظر. انتظر بصير. شو طباعة وطباعة. يعني ان هذا قد يكون بهذا المكان. هي عملية اجراءات معينة قد تحدث. تمام. هذا هو التعريف. الاساسي للفونكشن. اوامر ما تتنفذ الا لحالات معينة. مين بيسوي الحالات معينة؟ انا. هذا مو بيعمل ايش. انا بدي اربطة للحياة. عندما المستخدم يعمل هيك. سوي هيك. بس هيك. سوي اعمل هيك. لا. يتنفذ. فانا البناء على الحادث انت بتغضبط الحادث. والاحداث. راح نتكلم عنها على الحدث. مش بالضروري يكون فقط در ضغط. مثلا زي بورو بجر بوتور. قد يكون مثلا يعني حالات كثيرة يعني. راح نتكلم عنها لعبط ان شاء الله. لكن من اشهر الاحداث او الاحداث. اللي هو حدث على البوتور. تمام؟ طيب الان. هذا هو تعريف الفونكشن. الان. الفونكشن. حكينا نتكوم من اشكال. او يا انسان يتكوى من المكونات. تتكوى من المكونات. بالدعاء بالفونكشن. هذا اسم الان. الان. في الحق. لتعريف الفونكشن. معلومات الضفئية. انو بكل فونكشن. بهذا مكان شو منظيف. فعليا. هذا الشي شو حكينا اسمه. باراميترس. اكتبت بهذا مكان. الاقواس. اسمهم. اف. باراميترس. باراميترس. ما؟ طيب. الان. الفونكشن. قد يأتي معه. ايش اسمه. ريتير. بس ما بدي اشرح اليوك. اندي شوية لقداء. هو امشي قدامي. يعني المكونات القادمة. الفونكشن. يعني قد يأتي معه. ريتير. يعني من اشكال الفونكشن. قد لا يأتي. باية تمام. الفونكشن. بالنسبة الاراميترس. في امر في غاية اهمية. المتهجرات. قد لا تتكلم عن المسلميات. بهذا المكان التي تضاف. تسمى. تسمى. يعني. 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 دلوة. داخل. بداخل. الباراميترس. الباراميترس. تسمى. يعني. تسمى. شو تسمى? تسمى. في هذا الطريق. ار. جو. مانت. فمسميك برامجي. لازم المسميات البارامجية تكون معنا صغير. سبب. الآن. فهذا المكونات الفونكشن. و مجموعة اوامر. و باراميتر. و باراميتر بداخله. اللي هو. اللي هو. اللي هو. قيمة مجرد الداخل هذا البرامج تسمى. طب الآن. انواع الفونكشن. فاتح لشكل انواع. في فونكشنز. اللي بيكون محل. التير بالنهاية. لهذا المكان. يكون لها. ريتير. ريتير شيء معي. طيب. كلي شوية طبعا. انواع الفونكشنز. يعني. فونكشنز طايب. فلنحكي مثلا. بهذه الطريقة. سيب. فونكشنز طيب. فونكشنز طيب. فونكشنز. طيب. انواع الفونكشن. ينفع انواع. الريتير فونكشن. اول اثرة خلينا نحكي من البداية. واحد. المولع الاول. كما? اللي هو من ستاند اب او البيسيك فونكشنز. اللي هو هو يسمى يعني فونكشنز تنفيذ او هار. تنفيذ او هار فقط. او خلينا نسميحنا ايش يسمى عادة او او غير. نات. انا. اه. نوري تير. يعني ما بكون مع هاري تير. ري تير. تمام. النوع الثاني. هو هاري تير ذات فونكشن. يعني بيكون مع هاري تير. تير فونكشن. هذا النوع الثاني لأنواع الصنص نجم نعرف كل أنواع إن شاء الله ونسكننا فيها. هذا النوع الثاني. طبعا الآن بالنسبة للفنكشن في أنواع شكلية. بس أنا خلينا نضع من ضمن الأنواع في إشي اسنوه اللي هو النوع الثالث اللي هو النوع الثالث اللي هو النوع فانكشن يعني فيونكشن سلونك شنين موص creativity. ليس هناك الجامع لنا موسقي يا من يعني فانكشن يعني نبدو اسم و إحنا أفضل من الشكرة والهدف من فيونكشن الذي كله هو اسم عشان النتيج جايل له كل فناني خلصي نساعد لنا بس لآنهم ونشرق نفسه apparent النولو الرابع. تمام? في عندنا اللي يسمى الرول فانكشن. الرول فانكشن. في هذه الطريقة الرول فانكشن. تبعا? الرول فانكشن هذا يعني الطريقة الكتابية اللي هو بيجيب على شكل الرول في هذه الطريقة بيجيب على شكل الرول. رح نتكلم عنه بالتفصيل. وفي رينا فانكشن تبعا? اللي يسمى ال اي 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 اف اي. شو هادا شوي. خبرات الامريكية لا. في اشي يسمو خمسة. فيه فانكشن يسمى اه يسمى اي 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 اف اي. اللي هي افتصال الكلمات اللي هي اميديتلي اا 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 انفوقت نعم اميديتلي انفوقت فانكشن اكسبريشن نعم هذا هو افتصال انا. اميديتلي اي اي اتلي انفوقت نعم. شو ما قلوس فيها راح اسكالة انفوقت اللي هي الافة توقع فاني اعم فانكشن نعم صحيح هادا هو الاستصال هاتفية. فانكشن اي اكسبريشن اكسبريشن. سبعا? اه بيجوة فانكشن يتم تلفده تلقائية مباشرة. ففعلينا هدى يجنينيه الانواع للفنكشن. فعليا هدى يجنينيه الانواع للفنكشن. اما يكون standard موجود return او return functions او ayو او اي هو اي 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 يتوقع في هناك يعني انه يسمى ويسمى وهو يسمى تابعه. وكهو يكون داخل الى افتصالة ويبوظه اه ان شاء الله ان يكون اسمه يعني اللي هو بل ان انا عرفوه بشكل سريع اللي هو فانكشن انسايد فانكشن. بان شير. انسايد. ايش? ثلاثة تحديد. تمام? بالاضافة يعني لاخنك شيء في ايش انه هو يسمم يعني لا يعني نتكلم عنه كمان اللي هو تمام? يعني لا يبنع. طبع هذا بلت قابل. يعني نتكلم قابل ايه. او بل هذا ما كان ماشي شيء. سوف نخلي سبعة. سبعة اللي هو بلت. ايه يسمى بلت ان فانشن. يعني فانشنز مكتوبة جاهزة باللي يورد واليمكان يستشداماتها. تمام? ان شاء الله? طبعا. في مواضيع كثيرة هناك سنتعلمها بصعبة. كل شيء ممكن يتعلق في الفانشنز يعني. انواع الفانشنز واحد اتنين ثلاثة اربعة نعم رتائر. وقد ما يقوم مع رتائر. قد يقوم مع رتائر. شكرا. لس. يعني الفانشنز من دون بسل. يعني الفانشنز اللي هو البرامتر يعني التعريف باستخدام الارواء. اه في استخدام يعني يعني ايه هو اه يعني طبعا نتعلم. يعني اللي بارد في الفرق من هذه الاشكاعة ويصل لمرحلة انه يصدق ما بينها ويجيد استخدامها يعني صدقا عن طالشخص يعني هذي 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 يعني يتم اه اصلا في المقابلة تسئل عنها بطريقة يعني متعنقة. تمام? اه اكثر استخداما اللي حاطة بيميز الشخص فعلا يعني اللي بتعرف هاي المعلومات. يعني مثلا قرص هذا الشخص هذا الشخص انه عنده معلومات قوية. تمام? وهذا احنا نقوم عليه ان شاء الله. تمام? فهادي جميع انواع الفانشنز. ما بعد ذلك ان شاء الله بعد ما نتعرف الفانشنز اكيد رح نعرف ان شاء الله يعني نفوت في موضوع اشي اسمه وخلي خلي يقول شي قلتم. ان انه احنا نصم مع بعض اللي هو السلسل اللي نتعلم ان شاء الله مع بعض. رح ننتعرف على موضوع يسمى الدوم. ومعه بشي اسمه البوم. هي اتصال الدوم دوكومت اوبجيبت موديل. والبراوزر اوبجيبت موديل. ما بعد ذلك رح نتعلم موضوع ان شاء الله. نحن نتصل لمرحب الاعترافية. يعني جاذا سكيفت عني العموم. يعني انت يعني هذي اوامل البرمجية على العموم. ان شاء الله الموضوع الدوم والبوم فعلاً حفيري. اشيبت الله رح تصل لمرحب على. طبعاً هذا الدوم يأتيش تفرعات ويدلوم تفرعات كثيرة. تمام? هذا الموضوع كموضوع اسكلب كمواضيع. ما بعد هذا الموضوع بعد الدوم والبوم منطقياً نازم يعني تعالى للموضوع الاشيء اللي اسمه ومصر اسم المهمات. يعني السينكروس. يعني السينكروس. يعني السينكروس السينكروس عن العموم هي المزانة وهو في غاية الاهمية. وما بعد ذلك بدنا نتعلم الموضيولز. موضيولز. شو الموضيولز؟ تمام؟ احنا لما عذكر لما نربط منفل سكريبت لاحظ يمكن تحضل تايب. بهذا تايب في شيء موضيول. موضيول. يلقل. موضيول. يعني الموضيول بمرفز كريبت جديد مثلاً لاحظ يمكنك اسم موضيول. لاحظ اللي هو بيره يكون اسم تايب و موضيول. شو هي يعني تايب موضيولز؟ نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. يو يتعنضح فعالية يتصر بعض بموضوع بشيء موضوع الامبورت والإكس بورت. تمام؟ زائدة الإكس بورت. بقي جدا. تمام؟ ان شاء الله. وما بعد ذلك عشان نحترك الجابا سكريبت. عند كل ورق يلحق معا. يعني دوم البرون لو اكيد معا الاجتمال والسي اس اس لا ينطبق الدوم لدوكمنت موجود هذا والبراوزر موجود. اكيد إن شاء الله. فبس انا نتكلم كم موضيع. اكيد 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 يعني موضو السيطاية الامبورت اللي هو الويب سيربس. ويب سيربس. يعني نتكلم عن الابي ايز. وآآ الستيشنك داتا على العمور. تمام؟ يقول الاشتبير ورستفل ابي ايز وغيوة. وطبعا يتشعب منها كثير من الأمور ان شاء الله يعني نتصل لما تحترفين ان شاء الله كل هذه الموضيع لازم نتعمق بها ان شاء الله. فعليا ان ما صار بنا هذه المرحلة. بس نخلص هذه المرحلة ان شاء الله سننتقل بالمرحلة جديدة. يعني مرحلة جديدة. شو المقيدة ايش يسمو انا نود موضيول. جسمو نود موضيولز. فعلي ايش يسمو الانبي انا نود باكيز مانيجر. استخدمات النود باكيز مانيجر. يهو تحديدا. اللي ما راح كده اللي راح ان شاء الله نطبق عليه. اللي هو نزل من نور. اك جي اس. ان شاء الله. اك جي اس ان شاء الله. يعني حلو على نور سم الغطة مع بعض. تمام؟ يعني نتخيل ان شاء الله. انت ما استبقت الاحداث. انا لكن. يعني نرسل مع بعض ان شاء الله. على اقل دعني. لو نرقض اللي هو المواضيع. شكرا ان شاء الله. اللي هو ان شاء الله الرياك والرياك. لها ان شاء الله دوة شرف. مفصل الرياك. مفصل لانه فيها كثير من المواضيع. فيها والكوبونانس والكلاس كوبونانس والفاكشن كوبونانس. اه. وفيها 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 مواضيع جدا متشاعبين. فيها كثير مواضيع وتحتاجين من المنصة المس بس نتعرف عليها المنصة المحل تحتاجين من المنصة سعادة. يعني ان وصلنا لهذه المحلة هو قرص يعني الرياك جي اس وتفضعنا ستقن ستقن انت الان حرفيا فرونت انت ان شاء الله ان شاء الله طبعا. ان شاء الله طبعا. انت. قادر. يه. انو وصلنا لهذه المرحلة ان شاء الله طبعا. هذه التخلالات هي كثير من الأمور. حتى مستوى الرياك فيها حتى عموثت الو سي اس 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 لعنى متعددات فيها كثير مثلا. اه اللايبر السحرية مثلا كمان يعني 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 اكيد في قبلها مثلا 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 مثلا. وثرافة كدرة والتيبوينز وغيران والفاؤنجيشنز. كمان كاسي اس اس و مخفوض ديزاين طبعا يحمل ما تكملنا في كد يعني كل في اس اس لحالة واستعمال لسا في كمان بيهو تصعروا عاليدك بثيره. سمان ان شاء الله. ففعليا الى هذا المحل فعليا الى هذا الحد. اه ان شاء الله ان شاء الله بتكون سعلا ان فونت ان ديبلوبا. قادر على تقنين الوظائف وتشجاز ايه في حالة فهمت واتعنقص. وفهم استعلا. كم يتعلم? التعنوذي التعنوذي عندما نحتاج. ان شاء الله. انا لا احسب بقدر ما ان شاء الله هذا الشخص يحتاج. باذن الله تعالى. الوقت باذن الله تعالى انا اعوذي باللغة الكليلية انا لكن قادر على ان نهاية وعلى المواضيع في اقل ان شاء الله. لكن الهدف هو السهل. بيقصد ونسيب من ان نعجز بعض الواضح. قد ما يوقف معنا قد خلصناه بدارة. الى ان نصر مرحة اعتراض ان شاء الله اتمنى يكون عجبتك. وهل على الاجابة ان شاء الله يا احمد. اتمنى ان يكون عجبتك ان شاء الله. تمام? هل يدفرق بينهم اتمنى السعيد على السؤال السعر. تمام? اللي هو كم يتسعلم. طبعا احنا هذا يعني انا دخلنا بالمواضيع احنا كنا نحكي. كنا نتكلم عن اله اللهم صلة على شئ الام. او. الفنكشن يعني الفنكشن. طبعا نعارك وبس كنا نتكلم عن عنوى الفنكشن سبحان الله يعني في افترة اه حبينا نرسل قطن المتبقية. صار? عبينا نرسل. ثم هاحنا نتكلم عنه إن شاء الله. طبعا احنا ببعو حضرة الانكتفى. إلي التعلم على 지� وعنشو اله . التعمق في ان شاء الله تم حضر القلب. شو جاء من الستاندرد? اه طبعا قد يكون هناك بعض الاخطاء الكتابية فنستعان داو بالسويس اللي كان يعني قد يوما يعني ان شاء الله تمنى التجاوز على ان شاء الله على الوقت وباقي الكرون وان شاء الله متمنى سماء بحبيت اللي هو طبعا بالمحاضرة الجاي طبعا نعرف شين استعان داو شو يعني ريتيرت شيني اناروس فانشن كيفيني فانشن 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 ما يكون الويسن طب شو فانيته هذا الفانشن صحيح بقين شو كون نفانيته اا الرو فانشن الفانشن باستخدام الرو بطريقة اشارة الرو شو هذا شو هذا الشكل في الاي اي اي اف اي هذا يعني ان الفانشن بيغالي الشكل شو المقصود فيه سماء وتفيعني اميديتلي مثل يعني بشكل مباشر يتمت الفيديو بهذا المكان مثلا تقوم بتقريب فانشن وادسق مثلا هذا هو وسيغة الاس الالالافية اي انا اضا لم يكن بداخل الكلاس و البيلت ان فانشن تلي ياسا كل او سرنا تعالى ان شاء الله كل اللغات البرمجية بلعطس بساني المبليب حس جابا سكرر تشبال السيشار كل اللغات البرمجية في هذه المواضيع كلها كل اللغات البرمجية agree وغاني لانواجز هاف سين تايدس انتقلشك سناب حرفيا سمان ان شاء الله يعني فعلا الاختلافات حتلافات تبدن بس لماذا اصلا انا انا ستاندردس يعني من فين ستاندردس يعني من فين بذلك مسميات مختلفة ففعليا فهمك لأي لغة يؤهلك لفهم أي لغة برمجية سمان شاء الله مهندس انسان بتعطل الأمور انا قاسم ها 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 الان حب لا اشار انا بقى ب easiest بذكري للقطة انس�� بالكتبت هذا كله انسة الحب ہے لا اعرف صدق الموضوع يعني الجهار من الموضوع والله ما بعرف كيف أنو بنصد انعطيلي هاني شي級 صدقا ان انت من تقبل هذا الاشي ان شاء الله عافاك الله من أصلenn Làm ان اتوقع ان شاء الله ان حمزة يتقبل هذا الاشي يعني ما انا اهمي احب فهاب agلitch هذا احا climb مش مرة واحدة ان شاء الله تمام فإننا حتى الإعلم عن F Statement مع شكل سريع بسك سريع إن شاء الله. حينما أطلعه و أختيت نداءيه أه، أتبريها بسيء لأشياء، مثلي، سأكيد حظريًا، أكيد، أكيد. أكيد أكيد، أكيد، أم رضي بنيه إن شاء الله. شاء الله. بس عمستوى F Statement. من جهة Short Cuts، اختصارات. من إحنا F Statement. كيف كيف تعودنا عليها. F صحيح. و إه. هذا الطريق صحيح. إه ما تعودنا عليه؟ هنا true or false بغلطة النظر. ويقوم بمثلا إضافة الشرط. لكن نعرف من الفيسات طبعا فيه افتصارات جميلة يعني تعطيك اهترافية لدي كبير طبعا هذا يعني أعكد ما مش حلو أضيف كمواضيع. كان لها المحاضرة القادمة أكيد. بس أنا يعني لحتى مستوى الفيسات من ذكرة. إمكانك أن نكتب الأمور كافتصارات. كيف اني افتصارات يعني أنا. آآ كشورت كابتن. مقصود فيه إنه آآ لو تلاحظ مثلا هادة اس ممكن تحولها يعني مثلا اث بار مثلا انا ممكن آآ يعرف متغير رقم مثلا اذريت او ايد مثلا يساوي او مش يعني يعني او قيمة معالية مثلا اي شيء قيمة سرق. بس قيمة ايد. والله بناء على شيء حدث يعني مش حدث سرق. يعني على الا اه 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 كنت اي شيء معين. يعني أنا قيمة اله احطره ثلاثين. وللا خمسين في عنده هاي او اانت. فهذا يعني تعني معين. فاني كم اممكن اعرفه مثلا يساوي مثلا وبالبالغة انا نأخذ إن شاء الله مثلا. ف والله اذا كان اله او مثلا. اه 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 او أو انتخابات. كدو انتخابات مثلا vote. مين بقدار يعمل او مين بقدار يمك تصويت. الشخص اللي يعهده. مثلا فوق الثمانتاعش صحيح. مثلا عيني متغير اسمه ايج. مثلا ايج. هاد يقول لهم انا لا باش انا بس انا بس كده عامي. ايج. انا اقل انفط مثلا اي رقع. مثلا 20. فانا مثلا احكيله. vote. هالشخص بنان على هذا الشرط. قيمة الفوت. شو تكون. قيمتها مثلا. yes or no. بالشخص يعني بنان على الشرط معيه. ممكن نقوله مثلا اذا كانت ايج. اكبر او يساوي مثلا. طمانطاعش. مثلا بيقدر يبكانوا ايش اللي هو ينتخد. فبتكون قيمتها. yes. تمام? else. تمام? else تكون no. لا يستحق. او ما يقدر ايش يصويت. تمام? فهادي تعتبر شورتس كاب يقدر ملنبغة. مثلا مثلا اخدها. قيمتها هذا الشيء. في اننا على مستوى الشركة في اسمي.нул. يعني انا نتوقع كمان يعني يتفعل في اسكال نعمل. لكن ما اهم هذا اسكال. لازم بكل رابح يقول لنا نجيه باستخدار ان شاء الله. كل يناه ان شاء الله. افتتفيني لهذا العد. موسيقى